العيد فسحة من ضيق الزمان والمتنزهات والحدائق فسحة من ضيق المكان وما لم يجد الانسان فسحة المكان والزمان يفقد العيد بعض جماله ويكاد يشابه غيره من الايام معاني عيدية يتوقف امامها كثيرون متسائلين عن الحق في وجود حدائق مكافئة لاعداد السكان في المدن وفق المقاييس الدولية فاذا المدن اليمنية بلا استثناء مخنوقة بلا حدائق مكتومة بلا متنزهات وما وجد من قليل لا يتكافأ مع عدد السكان واسوأ من ذلك الواقع في الاوقات الاعتيادية واقع المدن التي يخنوقها الحصار كحال تعز التي تكاد تتنفس من حديقة واحدة هي في بعض الدول حديقة لمنزل واحد وكحال تعز يتجلى النقص جليا في مأرب التي اتسعت بحريتها لتحضن الجميع لكنها تبقى بحاجة لحدائق ومتنزهات تستوعب الاعداد الهائلة من السكان والنازحين واقع المدن الاخرى لا يختلف كثيرا فيما يتعلق بالحاجة لحدائق ومتنزهات فالمدن اليمنية عموما تعيش حالة اختناق بالمباني الاسمنتية دون وجود رئات طبيعية تتنفس من خلالها المدن وحدائق العاب تتنفس فيها الطفولة الطفولة التي يحاول المقتدرون اسعادها من خلال استحاب اطفالهم للاماكن المفتوحة القريبة من المدن في ظل ازدحام خانق تشهده الحدائق القليلة المتوفرة داخل المدينة واذا كان ذلك حال المقتدرين فان اخرين ليس بامكانهم زيارة حديقة ولا الخروج الى متنزهات وذلك واقع يستنهض اصحاب الامكانيات والمبادرات لعمل حلول مؤقتة لاسعاد الاطفال مع بقاء الحاجة الملحة للحل الدائم الذي يسمح للمدن ان تتنفس من عمقها حدائق ومتنزهات وذلك حل مؤجل حتى استعادة الدولة القائمة على الانتصار لحقوق الانسان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة